مرحبا شباب في هذا الفيديو بس بدي احكي لكم شغلة للناس اللي بتشغل شغلة مهمة جدا جدا وكثير الناس بتسألني عنها هو موضوع بسيط بس عددي كبير ما بعرفه هي تريك صغيرة بالفيسبوك زي ما بنعرف انه الفيسبوك لما بتعمل اعلان ممول او مدفوع نحكي بعدين بمنعك انك تعمل ادت لهذا البوست انك تعمله تعديل للنص او الصورة او الفيديو مهما كان بس هاي تريك صغيرة راح فارجيك فيها كيف انت تعدل اي بوست ممول عملت عليه حاملة اعلانية وعادي تعدله تمسح وتعدله وتسوي اللي بدك يعني مش شرط انك تمسح البوست تنزل واحد جديد وتخسر كل اللايكات والكومنتس اللي كانت شباب هاي الطريقة يعني هي بسيطة جدا بس كثير 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 يعني عدد خيالي من الناس بتجهلها يعني انا انصدمت انه صراحة ما في عدد من الناس انه بيعرفوا هاي المعلومة دايما كنت اشوف كومنتس واشوف ناس بتساءلوا بين بعض انه ما بصير انه مثلا انعدل الاعلان بعد ما خلص انعمله اعلان على الفيسبوك يعني انت نزلت بوست وهذا البوست اندفع عليه فلوس كاعلان ممول بعد هيك بحيلك خلص ممنوع يتعدل علي اي اشي هلا هو الحكي مزبوط ومش مزبوط يعني مزبوط من الفيسبوك انه ما يتعدل بس مش مزبوط عندي لانه في طرق نعدله فيها طيب خليني افرجيكم هلا مثلا هادا كامبين انا كنت عامله لها سالون بقيمة 15$ هادي كانت الريزولت تاعتو كان الريزولت كل واحد بيكلفني 0.02$ لكل شخص بشوف هادا الفيديو او بوصل له هادا الاعلان طيب هادا حملة عملنا هيك على السريع بس يومين ثلاثة هلا عشان نجرب شغل اللي كنا عليها فخليني لو اجي على الفيديو انا هون افرجيكم شغل صغير فيه هلقوا فيديو لصالون ستاتي طبعا هاي الصفحة كلها طبعا من ادارتي انا واشتغلهم سوشال ميديا وغرافيك ديزاين وتصوير كل امور هاي حتى الفيديو هادي من تصويري ومونتاجي طيب فهي الفيديو هادا اللي كنا عاملين عليه اللي هو الحملة هاي اجعنا عليه 2100 لايك بهادي صار فين احنا لاحظوا هون لاحظوا هون تسعة واربعين دولار تسعة واربعين دولار صرفناهم اجعنا منهم 2100 لايك ومية وعشرة كومنت وخمس وخمسين شير كل هاد بخمسين دولار تقريبا وخمسين يعني خمسين دولار يجيبلك هادا العدد هادا عدد خيالي صراحي يعني مع عمرو صار هادا الرقم يجيب من خمسين دولار بس بس لانه عرفنا بالزبط كيف نشغل هاي الكامبين وعرفنا كيف مين هم الجمهور تبعنا وكيف نوصلهم له هادول الناس اللي هم بيعملوا انججمنت مع هاي الفيديوهات والفيديوهات اشي رهيب جدا عادة عن انا يلاحظ هاي البوستات التانية على الصفحة 25 لايك مثلا 62 لايك يعني هاده هاي 55 لايك مثلا 38 لايك يعني ما عمرو طلع عن 50-60 لايك او حتى كومنتس ما فيه طلع ولا شير ولا ايشي فهذا دليل على انه هاي كامبين ناجحة طيب هاي خليني افرجيكم لو كبسنا هون بدنا نعمل اي ادت هاني هاي احنا نزلنا البوست هاده هايو طيب كاتبين الحكي هاده كليات وإحنا بس بدنا نعدد نعدل اشي عليه مثلا غلطنا بحارف غلطنا بكلمة غلطنا او لقدام مثلا تغير العنوان تغير اشي وانت الكامبين هاي خلص ما بدك انك تخسرها تروح تعمل دليت انك تمسحها وتعيد واحدة من الاول وجديد ليش لانه انت جايب عليها شوية لايك شوية كومنت فحلو قدام الناس انك مثلا تجيب عليها وترى هاي اول كامبين بنعمل عهاده الفيديو يعني عمره ما نعمل عليه اعلان قبل هيك هاده الفيديو اصلا كان نازل جديد هايو ب 29 فبريوري وكانت تاريخ الكامبين هاي وينها هيها ب 11 مارش يعني بعد 10 ايام بالضبط انعملت الحملة من من عمل اللي هو نشر طيب خلينا نفوت بالموضوع شوف هون لو كبسنا بدنا نعمل اللي هو تعديل ما فيه ففي عندك خيار اللي هو دليت انك تمسح وترد تعيد من اول وجديد بس احنا ما بدنا نعمل دليت ولا خيار هون انه بسمح لك انك تعمل او تعديل حتى لو شوف لو فتنا على الفيديو كبسنا عليه كبسة خليني افوت انه نكبر الصورة هيك لو اجينا هون على الستنك برضو ما هنلاقي كبسة ايدت ليش لانه خلص اندفع عليه اعلان هاي لما تشوف هنا هاي ايدت فيديو لو بدنا نكبس طيب بيحكي لك انه ما عندك اكسس او ما عندك صلاحية هلا انك تعمل هاي you can't edit text خلص انت ما بتقدر تعمل ايدت للتكست تتعدله ليش لانه خلص اندفع عليه فلوس وصار اعلان طالع للناس طيب شو الطريقة بتيجي اول شي على ال business manager اللي هو مدير الاعلانات وبتيجي على الحملة اللي انت عاملها وهذا هو ال campaign وهذا هو ال ad set اللي احنا عاملينه هون ببساطة في عندك كبسة ايدت هاي ايدت مش مش لال ايدت للتكست اللي هو النص اللي كاتبين هون لا مش ايدت له هاد بس هلا بفرجيك ايدت لشو لو كبسنا على ال ايدت اللي هون او عفوا ما بدنا نكبس على ال ايدت هاي خلينا نيجي على ال ايدت تبعت ال ايدت نفسه اللي هو اهي اخر واحدة كيف منفتحها هاي في عندك سهم الصغير هادا اللي هون بيكون مكبوس تكبس عليه بس هيك بفتح فلاحز عندك انه احنا بدنا نوصل لل post نفسه اللي معمول له اعلان وهي في كبسة ال ايدت اللي هي هاي هون نكبس عليه كبسة واحدة طيب هيفتح لنا هادا هو ال post هاي هو اللي بدنا نعدله احنا تمام كيف بدنا نعدل هادا ال post منيجي هون ننزل لتحت شوي change post بدنا نغير ال post فهلا هيفتح لك هون انه بيحكي لك عشان نختار post ثاني لهاي الصفحة طيب مش كل البوستات مسموحة هتكون هيفتح لك هون انه you select the video أوكي طيب هلا بدك تختار video هلا ما بصبو تتعدل من video لصورة احنا باختصار اللي بدنا نعمله بدنا نغير الفيديو هاد لفيديو تاني عشان يسمح لنا نعدله طيب اوكي هاي احنا اخترنا هادا الفيديو هلا كبسنا عليه كبسة هادا فيديو تاني غير الفيديو اللي احنا اصلا عاملين عليه الاعلان هيو بتقدر انت كمان عن طريق ال id تاخد تاخد ال id تبع وتعمل عليه search هون بطلع لك الفيديو تبعك طيب هلا بنعمل continue بعد ما هاي الفيديو التاني اللي احنا هنعمل مش عملنا change للفيديو هاي الفيديو التاني اللي بدنا نبدله فيه طيب نكبس continue لاحظ انه هلا عندك الفيديو تبدل هايو صار فيديو تاني هون عنا غير البوست تبعي هلا هاد بنعمله ايش publish طلع هون هون كلمة sponsored انه هادا هو ع اساس الفيديو اللي عاملين عليه الاعلان طبعا هي تريك صغيرة بالفيسبوك يعني ما بعرف اذا انها مقصودة بس ما اعتقد انها مقصودة منهم لا لان هم اصلا بلغوا وممنوع عندهم ال edit بعد الاعلان بس يعني هي تريك بتضلها طيب هلا هادا الفيديو صار هو الفيديو اللي ع اساس احنا كنا دافعين عليه اعلانات ممولة فلو رجعنا هون عملنا refresh للصفحة عشان الفيديو هاد هلا الفيسبوك شو الالغوريثم شو بتفهم انه هادا الفيديو ما كان ممول هادا الفيديو ما ندفع عليه فلوس مين اللي كان ندفع عليه فلوس هادا فلو رجعنا ع هادا الفيديو على ال page هادا رح يحكي لنا هلا ممنوع انت تعمل عليه ايدة ليش لانك انت عامله sponsored حلو وهي معمول له publish وكل شي فهاد لما عملنا هلا refresh هادا بطل sponsored فلو جينا نكبسنا هون كبسة نشوف هيعطيني هلا كبسة تقليني افوت عليه عشان يعطيني كبسة edit او انا بحب ارجع على الصفحة من ورا طيب هاي edit video لو كبسنا عليها كبسة وهي اعطاني اعدل الفيديو براحتي هاي بحكيلي هاي التكست اللي ممكن اعدله هاي الصورة اللي صغيرة بقدر عدل اللي بدي اياه يعني شوف هون بتقدر تكتب وتمسح كل شي اللي بدك اياه وبتعمل save وهيكا بكون انتشر عندك الفيديو من اول وجديد وعدلته انت لو ارجعنا كمان لو ارجعنا على الصفحة نفسها عشان افرجيكم انه من نفس الصفحة كمان نقدر نعدلهم الشرط ان نكون فايتين على طيب بس بدي اوصل 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 للفيديو عشان افرجيكم الشغلة طيب يلا يا فيسبوك هايو نشوف ما كان في كبسة edit قبل شوي هلا المفروض صار في ايدت هايها بالظبط هاي edit post وبتقدر هلا اتعدل الشكل اللي بدك اياه بتحطه بتضيف وتسويكه اللي بدك اياه بعد ما خلصت انت هلا شو المفروض تعمل بتعمل save عدلت وبترجع هون نفس الاشي بعد ما عدلت انت النص اللي بدك اياه حتيت النص الجديد غيرت الصور وعملت اللي بدك اياه بترجع على نفس المكان اللي انت كنت فيه وبتيجي بتعمل كمان مرة شو change post وبترجع ضروري مهم جدا جدا ترجع ضروري لل post هاد اللي هو اصلا انت عامله sponsored وبتع بعدين تعطي continue هيك بيكون رجع الحملة الاعلانية لنفس الفيديو اللي انت عم تعلن عليه وبتعطي publish بس عشان انا مثلا اليوم بكرة بدي ارجع اعمل continue بدي اكمل هاي الكامبين اللي انا شغال فيها هيها اللي هاي هو نعمله publish ورجع هي sponsored اللي هو الفيديو نفسه اللي انا مصوره طيب بنطلع زي هيك هيها عشان لما بدي ارجع اعمل كابسي هي اكتف انو يلا يا فيسبوك ارجع واخصم كمان 15 دولار اليوم ورجع لي الحملة الاعلانية يرجع نفس الفيديو اللي انا بدي اياه مش يروح على الفيديو اللي كنت عمله change عشان اعمل edit لهاد لا بس هذا هو كان فيديو اليوم شباب يارب اني اكون فيدكم اد ما اقدر واذا انت كنت مهتم بهاي الشغلات يعني عمل لي subscribe للقناة لانه في فيديوهات جاي حلوة وفي فيديوهات راحة حلوة كثير لايك وشير للفيديو وانشالله انو اشوفكم على القير